الكثير مننا يتوقع انه ابطال سلسلة جي تاي ناس طيبين يتوقع انه ابطال اكثر سلسلة عنفا ناس كويسة وخيرة لكن الحقيقة لا ابطال سلسلة جي تاي ناس مرضى شيطانيين اسوأ البشر لكن بعضهم اسوأ من الاخر وبعضهم اهوى من الاخر ناس اهوى من الناس ومتأكد بعد فيديو اليوم رح تتغير نظرتكم اتجاه بعض الابطال لذلك خلونا نبدأ الكثير يغفل عن العاب عصر التو دي يونيفرس رغم انها تصنف من ابشع الاجزاء من ناحية السوء والوحشية وابطالها لا يختلفون عن ذلك على سبيل المثال مايك بطل جي تاي ادفانس قام باختطاف قاصر من تحت مدرستها امام مرأة الكل ليش طيب؟ بكل بساطة لانه سيسكو رئيس العصابة الكولومبية انا ذاك طلب منه ذلك وعليك في المهمة انك تخطف يوكا كايسن ابنة اخت اسوكا كايسن اللي نعرفها من جي تاي 3 ويوكا وقت المهمة كان عمرها حرفيا 13 سنة مايك سرق اللوموزين حقها قتل سايقها وتوجه للمدرسة وقام باختطافها يوكا كانت خائفة مرتعبة لكن مايك ما اعطى الموضوع اي اهتمام وفعلا سلمها للعصابة الكولومبية اللي قعدت اسابيع تستغل اسوكا وتبتزها بابنة اختها نهيكم ايضا عن الاشياء اللي ممكن صارت لها داخل معسكر العصابة الكولومبية من دون ذكر التفاصيل فانك تملك الجراءة انك تخطف قاصر من تحت مدرستها وتسلمها لعصابة بلا مبادئ بلا قيم بلا اخلاق بلا شك واحدة من اسوأ الاشياء اللي تقوم بها على الاطلاق صحيح ربما انقذها لاحقا من القصة لكن الفكرة من البداية غلط في غلط وهذا الامر يصنف من ضمن اسوأ الاشياء اللي سواها مايك بطل جي تاي ادفانس الكثير اتوقع ما يعرف كلاود سبيد بطل جي تاي 2 وصراحة اشوفه يتربع القائمة باكثر شخص قام بشيء سيء على الاطلاق في سلسلة جي تاي بمهمة اسمها هوت دوغ هوموسايد يتصل بك زعيم المافيا الروسية ويقول لك انه يحتاج الى لحم هوت دوغ عشان يأكل عصابته من هذا الكلام لذلك يا كلاود سبيد خذ باص وركب ناس فيه وتعلي في هذا المكان طبعا طلب غريب جدا صح ولا لا جدا جدا غريب ايش علاقة اللحم بالباص لما كلاود يعبي الباص بالناس يرد رئيس العصابة قائلا جميل لدينا باص مليء بالاكل وات هاو كيف وماذا ولماذا بعدها توديهم للمشرحة اللي فيها تفهم مغزة هذه المهمة ترجمة نانسي قنقر الناس اللي جمعتهم يا كلاود سبيد تم تحويلهم وتقطيعهم وطحنهم لهوت دوغ وطعام للعصابة الروسية وربما حتى للمطاعم الاخرى هل في اسوأ من شيء زي كذا اخوان لا والف لا نيكو بيليك الكثير يشوفونه افضل بطل لسلسلة جي تي اي على الاطلاق اغلب اللي يقولون كذا ما هم مطلعين على ماضي نيكو بيليك السايكوباثي حرفيا نيكولاي بيليك هو صورة برجنسية ولد في 25 نوفمبر 1978 في البوسنا والهرسك عاش طفولة صعبة جدا في طفولته ابوه كان سكير نكير وكان باستمرار يضربه هو واخوه بذلك ففي اغلب الاوقات يقضي وقته عند امه اللي لحد الان تواصل معها في عام 1990 لما نيكو صار عمره 13 سنة هو واخوه تم اجبارهم على الانضمام للحرب الاهلية البوسنية في عام 1993 اخو نيكو بيليك للأسف يقتل في الحرب وفي عام 1999 انتهت الحرب كليا وهنا تبدأ معمعت نيكو بيليك وبعد الحرب كان ضايع ما يعرف وين يتوجه خصوصا انه منذ الصغر هو في حروب وجرائم كل ما يعرفه هو القتل والنهب والجرائم والحروب وبما انه ما عثر على وظيفة محترمة اضطر انه يحصل على وظيفة غير محترمة واشتغل عند رئيس العصابة الروسية ري بولغيرين ري وقتها كان يشتغل ويحترف المتاجرة في البشر او ما تعرف بالانجليزي الهيومين ترافيكينج واغلب شغل ري بولغيرين كان في البشر ينقل من البحر وإلى البحر وإلى آخره وللأسف يا اخوان نيكو بيليك كان يساعد في المتاجرة في البشر وعشان تعرفون قذارة الشيء اخوان اللي يسويه لازم تعرفون ما هي المتاجرة في البشر المتاجرة في البشر هي جريمة عالمية خطيرة تنتهك حقوق الانسان باستغلال ضعفه اما عن طريقة تهديد القوة الاكراه الاخضاع او الحاجة للأسف انه اغلب ضحايا المتاجرة في البشر هم النساء والاطفال هم اكثر فئة مستهدفة بحكم انهم ضعفة وإلى آخره خلوني يعطيكم مثال على قذارة ما قام به نيكو بيليك وان تقيسوا عليه في الواقع وإلى آخره تخيلوا بلاد اسمها اكس صار فيها حرب ومع الحرب تصير قلة في الطعام قلة في العلاج تصير وفيات اقرب الناس لبعض الناس يموتون بل انه بعض الناس يلجأون الى انهم يهربون من بلدهم في زي كذا ظروف يأتون المتاجرون في البشر اللي ما اهتموا بظروف الناس المسكينة هذه ومعاناتهم وفي عز ضعفهم يستغلونهم والله مقابل الاكل راح تعطيني كذا مقابل الاكل راح اسوي فيك كذا مقابل اعالج روح اسوي كذا والله بطلعك من الدولة بس من مقابل انك تسوي لي الشيء الفلاني استغلال ضعفهم في مصالح الشخصية بالضبط نيكو بيليك كان يسوي زي كذا يوهمهم انهم راح يعيشون حياة افضل في بلاد اخرى لكن يتفاجأون ان الحال مختلف كليا ري بول قيرين يستغلهم اخس استغلال ويخليهم عيشون اسوأ عيشة ويستغلهم تماما 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 نيكولاي نيكو بيليك لا يختلف قذارة عن ري بول قيرين اثنين هم قذرين اثنين هم يستاهلون نهاية بشعة على طريق الحروب اللهم اجعل لاهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة اللهم اشفي جرحاهم اربط على قلوبهم اللهم استودعناك فلسطين شعبها سماءها ارضها بحرها اهلها شبابها نساءها واطفالها اللهم احفظ اخواننا في فلسطين بحفظك وايدهم بنصرك يا رب يا كريم كلاود جيت اي ثري نعرف انه قاتل بدم بارد وقتل تقريبا كل واحد عمل معه لكن اسوأ شي قام به كلاود كان اختطاف مدير البنك وتسليمه لمارتي تشانكس ليقوم مارتي بقتله وتحويله الى لحم يباع للمحلات المجاورة اللي يخوف يا اخوان انه كلاود ما راجع قراراته حرفيا سلم مدير البنك وسمعه ينذبح وسمعه يصرخ ويطلب النجدة لكنه ولا اهتم ولا قال في قراراته نفسه اللي يسويه خطأ لا اهتم وكمل بل انه اخذ السيارة وتخلص من الادلة كلاود سوى كثير اشياء سيئة تطرق على بالي لكن الوحيد اللي كذا تفرد على بالي على طول في السوء تحديدا كان هذا الشيء وتقريبا هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا اشياء سيئة قام بها ابطال سلسلة جي تاي او اسوأ الاشياء اللي قام بها ابطال سلسلة جي تاي طبعا صح ذكرنا اربعة لكن اللي ذكرناهم جدا 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 دسمين وممكن نوسع هذه الفكرة لجزء ثاني وثالث وربما حتى رابع لذلك نبغى مشاركتكم ومساعدتكم لنا اذا عندكم بطل شوفونه سوى شيء جدا 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 سيء مثل اللي ذكرناهم قبل قليل اكتبوا لنا البطل مع الشيء السيء اللي سوى في خانة التعليقات تركونا لكم في خانة التعليقات على جميع البعلومات اللي شاركناكم اياها تركونا معكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك وسبسكرايب وتعليقاتكم من الحلوة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة